تفجيرات الكرادة المؤلمة يتحملها بالأساس داعش تنظيمات إرهابية باعتبارهم المنفذين بس بنفس الوقت يتحملها المقصرين من القيادات الأمنية ويتحملها النظام السياسي المتخلف اللي يزال لحد الآن يحتمد المحاصصة المقيتة بتوزيع المناصب وأيضا الفساد المستشري في الوزارات الأمنية مع الأسف اللي يتم بيع وشراء المناصب وخاصة المهمة وخاصة في بغداد باعتبارها مركز تجاري وعاصمة العراق منذ انعقاد الجلسة في الواحدة والربع حتى هذه اللحظة التي خرجت منها من القاعة نحن نناقش موضوع تفجير الكرادة إذا ماذا خرجتون في نتائج بتقرير تفجير الكرادة؟ لا التقرير عرض وأستطيع وصفة بأنه تقرير وصفي يعني يصف ما حصل في الكرادة أنه سيارة طلعت كذا وقفت بالسيطرة فتشت مدة سبع دقائق كلاب بوليسية ثم طلعت ثم كان مشكوك بها مشكوك بالسائق معرفة وصلت انفجرت إلى آخره هذا تقرير وصفي أشبه بالتقرير الإعلامي الصحفي التلفزيوني يتتبع هذا ليس تقريرا مقنعا أنه يضع النقاط على الحروف ويعني يتتبع المسائل ويعالج المشاكل لا علاج للمشكلة الكبيرة التي نعاني منها من 2003 حتى الآن هي موضعة الخرق القروقات الأمنية جلسة اليوم تكتسب أهمية كبرى لعدة أسباب أولا أنها تأتي في بداية فصل تشريعي جديد وين بغي أن يكون مجلس النواب بشكل ناهض وحيوي ويتناسب مع المعطيات الموجودة ثانيا أنها تأتي على أعتاب خلافات وشرخ كبير حصل في مجلس النواب وهو الشرخ الذي يؤدي إلى انقسام مجلس النواب إلى جبهة معارضة وجبهة مؤيدة لعمل الحكومة والعامل الثالث هو الأحداث الأمنية الخطيرة التي حصلت وأهمها حادث تفجير الكرادة ولذلك أنه وضع هذا اليوم على جدوة الأعمال وتم مناقشته لأنه المسألة تتعلق بأرواح المواطنين وأرواح الأبرياء والجميع يجب أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على سلامة أرواح الأبرياء أيضا بعض القوانين المهمة كقانون هيئة إشراف القضاء هذا من المواضيع المهمة من القوانين المهمة وكذلك هناك قراءة أولى لبعض القوانين التي يجب أن توضع على سكة التشريع كالقوانين المتعلقة بالغاء لقرارات من تلقات الثورة السابقة وكذلك قوانين جديدة